فريق نامت الفرنسي يطرد لاعب الجزائر صاعد بسبب قراره تمثيل الجزائر تتواصل مهازل الأندية الفرنسية مع اللاعبين الجزائريين فبعدما حدث بسبب صيام شهر رمضان هاهو نادي نامت يخرج بقرار أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه قرار مشين وعنصري ومتعمد للضغط على اللاعبين الجزائريين المحترفين بسبب اختيارهم اللاعب للجزائر على غرار ما يحدث مع اللاعب يونس بن علي المشاركة حاليا مع المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الجزائر حيث أقدمت إدارة فريق نانت الفرنسي على فسخ عقد اللاعب يونس بن علي بسبب تفضيله اللاعب للمنتخب الجزائري في هذا العرس القاري وقرار يونس بن علي الشجاع لالتحاق بالخضر خلال هذه الفترة أزعج إدارة فريق نانت كثيرا إذ إنهم طلبوا من اللاعب عدم المشاركة في هذه البطولة لكن اللاعب أصر على تمثيل منتخب بلاده وهو ما كلفه فسخ عقده وطرده من المنتخب الفرنسي وفي الندوة الصحفية التي سبقت لقاء السنغال أدلا يونس بن علي بتصريح يدعو للفخر والاعتزاز حيث أكد اللاعب الصاعد أنه غير نادم على قرار التحاقه بمنتخب الجزائر في هذه الفترة مشيرا إلى أنه يشعر بفخر كبير نظرا لما يعيشه من أجواء رائعة مع منتخب بلاده في هذه المنافسة وقال يونس بن علي في تصريحاته تكونت وتدرجت في نادي نانت الفرنسي وهذا يجعلني ممتن كثيرا للفريق لكن لا شيء يمكنه أن يمنعني من تمثيل منتخب بلادي فهذا الأمر ليس متاحا للجميع صحيح اختلفنا في بعض الأمور بعد قراري باللعب للجزائر وهذا ليس بالشيء السيء ولهذا عليهم احترام قراري اشتركوا في القناة